في ناس بتدفع فلوس بشكل مش معقول وفلوس كان الدخل قبل كده. مخابراتي جوا مصر التركية حاجات محروفة يعني مش هنتكلم كيه. خير شاطر نفسه كان عامل جهاز مخابرات جوا مصر. مزبوط. فبالتالي احنا مش هنغطي نفسينا. لكن نقابل بقى المشكلة بان احنا مفيش مانع اللي احنا نقول نقول كده وزيد داخلي يقول ان هو يكون في حرص جوا الجامعة مؤقت لمدة معينة. ولتكن ايه. ولتكن مساء ست شهور قابل. صح الله. طيب خلينا نشوف من جريدة المصر اليوم ملفات مهمة امام الحكومة الجديدة. من اورز ملفات طبعا ملف الكهرباء انقطعت الكهرباء. مدة تصل سبع ساحات وتحذيرات من تفاقم الازمة طبعا في السيف. ده شيء متوقع. الجيش بيدفع كمان باوتوبيسات لتدعيم ومجة اضراب النقل العام. محوظة القهرة بتسير الف وامتين اوتوبيس وميني باس والنقابة المستقلة لا تراجع عن مطالب العمال. وكان معنا منذ قليل النائب لنقابة المستقلة لا هيئة عمل النقل العام. وصرح ان الراجل رئيس هيئة النقل العام بيعرف وضع ان يجلس معاهم اصلا عشان يتكلم نصا لكلامه كده نظرية اللواء والعسكر. دي دي المهزلة بحد عنها لان احنا بنحترم كلنا الجيش. ونحترم قياداته. سواء السابقين او الحاليين. ولكن علينا بنحترم يعني بنحزل الشعب. الشعب يا جماعة مطخون. الشعبي كان بيعاني. وده مش كلمتي. ده كلمة اصلا المصير السيسي لما طلعها في اول بيان ليه. الشعب ده ما حدش هريحه. فبالتالي احنا عاوزين ايه? احنا عاوزين ايه? عاوزين دلوقتي ان هو اول حاجة الكهرباء. الكهرباء فعلا بتطاطع وبالساعتين والتلاتة. دي مشكلة. طب احنا انا مشتقلش بالطاقة الشمسية. دي برده من الحاجات اللي لابد الوزوية الجديدة تشغل عليها. كان فيه مشروعات كتيرة جدا للطاقة المتجددة. كلام. احنا عاوزين ان تنفيش. عاوزين ان تنفيش. الوزارة دي تاخد قرارات ولا تماشي الدنيا? لا تاخد قرارات طبعا. يبقى مش حكومة انتقالية? لا. بس يا فاندي انا رافض كلمة حكومة انتقالية دي تماما. وتسير اعمال يعني هم. ولا تسير اعمال لا فاندي مو لا تسير اعمال. بس الناس بتقول لك احنا قضامنا شهرين والسلام عليكم. حسنا سؤال انت بتيجي تخطط بمرورد الله حتى لو انت قاعد يوم. وبعد كده الزمن هو والتاريخ بيحكم عليك. ما انت ممكن تيجي برضوزين تالي يوم. ممكن تستمر. ممكن تيجي بعدين. بس الناس هتشاووا عليك وتقول ايه? زي ابراهيم محلب. ما بيشاووا تعليه بتقول ايه ده كويس هو. هو ابراهيم محلب تم اختياره ليه? عشان نجح في جزء. مش نجح في كل حاجة فكرة. لانه مش بيده ومش بس قصة صحية. ولكن نجح في جزء اسكنية. انه بيحاول يعني. والتاريخ بيدكر. يعني دكتور كامل الجنزوري. احساب الله الكفراوي. اه. 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 لدكتور كامل صديقي. رحمة الله عليه. يعني الناس ما بتنسيش. خلينا دكتور هننتقل بس سريعا. عشان الوقت بيجاهن. اه. اخيرا خبر من جريدة الاهرام لكبر المؤسف الخاص بمقتل المصريين في ليبيا. ترابلس بتتعاهد بضبط قتلت المصريين السابعة. واصابع الاتهام بتتجه نحو تنظيم القعدة بشرق ليبيا. حادث مؤسف جدا. ما سمعناش اي حاجة من الخرقية. انت انت فاكرا انت لما جيرا ايس الوزر بتاعليبيا هنا واتكلم ومشكلة الخطف وكلام من ده. يعني بامانها شديدة. يعني اقل حاجة في اي دولة اخرى. ان هي تسحب السفير. على اقل ايه. ما يا دكتور ما تسحب السفير للخلافات السياسية. لكن هي تغصب عنهم كمان. لا 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 فل الحديث. ما فيش عاكي اسم قد. اللي في الحديث. انتي شاهدت تحميني. معليش يا دكتور طب لما تسحب السفير. مين هناك هيتابع التحقيقات ومن هيتابع الحاجات دي. يعني اعتقدني الموضوع محتاج وقفة اكبر. اه لبيا بتواجه مشاكل كثيرة جدا. فقامناها هي نفسها. احنا عندنا مشاكل كبيرة جدا. انت لو اسمت يعيس الوزر اللي فات. وقال لك لما جه هنا وكان مع اه مع الببلاوي. قال لي ايه? قال لي ايه احنا الوضع سيء عندنا ويجب مستحملونا. يعني انا لو فيه ناس بتموت في ليبيا هنا. اللي بيموتوا هنا. كان شكتوا. ليه المعاملة مش بالناس. ما دول ابناءنا. لو المواطن المصري ما حسنش بقيمته خارجيا قبل دخليا. بس سهل يا دكتور. يعني مثلا الناس الكوريين اللي قتلوا في الحادث الارهاب. يدي جي كوريا تركت لنقع وعقاد مع مصر. مصر ما فياش امر. ما دي حوادث مش مسؤولة من الدولة. غير متكررة. انت كوريا دي غير متكررة ده حتى. لكن انت هنا متكررة. متكررة وبشكل فض. يعني مفيش. طب. لا واحتجاز واحتجاز يعني كان فيه من كمشة تم احتجاز شحنات آآ مصري وسائقين مصري لحل مشاكل مع الحكومة الليبية يعني لصرف مستحقاتهم اعتقد انا ابسط حاجة. وده حادث ده كمان في اجدابي المئة وخمسين شحنة عشان نفريكو عن 13 سوئة. اه اه انا بكلم انت فاكرة يا حضرتك ان هو فيسة فيه بيتابيح. انت حابه هم اللي باملوها. مفيش تحياة اصلا ده كله كله فاضي. فانا اقل لحاجة لازم لا فين الحديد الحديد لا أصحابه. لانه هو ده يعني. هي دي دي دي. هو موقف المشايع. على ارض اللي حفظ. هو مصحوفي. يعني هو موجود في مصر. شكر. آآ صح هو رجع. هو موجود مو. دكتور أمين نائب رئيس تحرير جديدة المدار براسكرك شكرا جزيلا شكرا 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 والرحل زملتنا ليلة عمر من جديد نشوف أورز الأخبار على الساحة في مجاز الأخبار صدى ليلة عمر ولميسهم شايدين أرحبكم إلى مجاز الأهم وآخر الأنباء يستأنف إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف اليوم لقاءاته بالمرشحين لتولي حقائب وزرية من بينها وزارة المالية والبترول والتعليم وعدد من الوزارة الأخرى وقالت مصادر أنه من المتوقع دمج عدد من الوزرات في الحكومة الجديدة وتوقعت أن ينتهي رئيس الوزراء المكلف من التشكيلة الجديدة خلال الأيام الأربع المقبلة لتؤدي الحكومة بعدها اليمينة الدستورية أمام الرئيس عدلي منصور ثم يعقد أول اجتماع للحكومة الجديدة كان محلب قد أكد أن الحكومة التي سيشكلها ستعمل من أجل عودة الأمن والقضاء على الإرهاب وجذب الاستثمارات متعهدا بتحقيق تطلعات الشعب المصرية وأكد أن انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة ستجرى في أمن وسلام لاستكمال خارطة المستقبل يعقد أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة اجتماعا اليوم مع المستشار علي عوض المستشار الدستوري للرئيس الجمهورية للتشاور حول قانون الانتخابات الرئاسية المعروضة حاليا على قسم التشريع بالمجلس وقال المستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة إن قسم التشريع بالمجلس سيلقي بيانا صحفيا بحضور مراسل صحف وسائل الإعلام حول ما انتهى إليه من مراجعات وسياغات بشأن قانون الانتخابات الرئاسية فجر مجهولون خط الغاز عند منطقة بئر الحفن جنوب العريش والذي يتم عن طريقه تصدير الغاز إلى الأردن وكذلك خط الغاز المؤدي إلى منطقة الصناعات الثقيلة الذي يغذي مصنع الأسمنت بوسط سيناء وصرح مصدر أمني أن الانفجار لم يصفر عن خسائر بشرية مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بعد إغلاق المحابس قبل وبعد منطقة التفجير ووصول سيارات الإطفاء وقوات الجيش والشرطة إلى المنطقة يذكر أن هذه هي خامس عملية تفجير تستهدف خط الغاز بعد ثورة الثلاثين من يونيو والثانية خلال شهر الجاري يدخل اليوم ألاف الصادلة والأطباء البشريون والأسنان من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة في إضراب جزئي عن العمل احتجاجا على مشروع قانون تنظيم المهن الطبية والمعروف بقانون الحوافز البديل عن الكادر الأصلية ويسر الإضراب على جميع المستشفيات والهيئة التابعة لوزارة الصحة من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية والعمليات الغير طارئة وما يماثلها ولا يشمل الإضراب المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والخدمات الطبية العاجلة والملحة بجميع أنواعها مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والرعاية المركزة أكد مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني أن جثامين المصريين السبع الذين قتلوا في ليبيا ستصل لمطار القاهرة في تمام الواحدة ظهر اليوم الأربعاء قادمة من بني غازي السلطات الليبية أدانت حدث مقتل سبعة مواطنين مصريين الذين عثر على جثثهم في مدينة بنغازي من جانبه أدان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الحادث ووصفه بالإجرامية مؤكدا أن سلطات بلاده ستلاحق القتل في الداخل والخارج وأفاد مرسل نير في مطروح أن عدد من وجهاء مدينة أجدبيا الليبية وعدو بالإفراج عن أصحاب الشاحنات المصريين المحتجزين في المدينة اليوم نعي لدات إجي موقعنا الإلكتروني للمزيد من التفاصيل والمتابعات ختم الموجز والآن نعود مرة أخرى لمتابعة هذا الصباح مع عمر عبد المجيد ولميس عبد الغاني إليكم من جديد شكرا لك يا ليل مشاهدين بعد الفاصل هنستمر في باقي فقرات هذا الصباح حتى العشرين تصروا شكرا للم